نرحل إلى إسبانيا حيث أعرب الدول المغربي نبيل الزهار عن سعادته بتواجده في الدور الإسباني رفقة ناديه لغانيس وأكد الزهار بأنه مرتاح في الليغة الإسبانية سواء مع لغانيس أو حتى مع الأندي الإسبانية الأخرى التي سبق وأن لعب لها قال الزهار البالغ من العمر ثلاثين عاما بأنه يبحث عن تطوير مستواه لمساعدة فريقه على البقاء في القسم الأول وهو الهدف الرئيسي لإدارة النادي وللجهاز الفني ولللاعبين كذلك وأضاف الزهار بأنه لا ينوي تغيير الأجواء حاليا حيث يستمتع باللعب في الدور الإسباني الذي يعتبر من بين أقوى الدوريات الأوروبية على حد تعبيره الزهار الذي سبق له اللعب للمنتخب الوطني أكد بأنه يحلم بالعودة في أقرب وقت لحمل القميص الوطني فهو طموح يراوده وأكثر من أي وقت مضح على مستوى كرة القدم أعتقد بأن الأمور هنا تسير بشكل جيد ولقد لعبت لعدد من الأندية ومرت الأمور على أحسن ما يرى وأتمنى أن أواصل بنفس المستوى لمساعدة فريقي على البقاء في القسم الأول لأن هذا هو هدف الفريق بالتأكيد اللعب للمنتخب الوطني شرف كبير وبالتأكيد أود الالتحاق بالمنتخب إنه أمر أفكر به بشكل دائم وسأواصل تقديم كل ما لدي وإذا كنت أستحق العودة للأسود سأعود وإذا كنت أستحق العودة للأسود سأعود وإذا كنت أستحق العودة للأسود سأعود ترجمة نانسي قنقر